موسيقى اقول لي ايه شكون فوالديك هوان سراني حتى واحد كيفاش حتى واحد ما يمكنش انا الوالدة والواليد هم من تشلوح من الاطلس اذا علش كتقول بل انتم مسيحيين حيتاش احنا فعلا مسيحيين اذا مخصصكمش تقولوا مغاربة وعلش؟ حيتاش المغاربة احنا كلنا مسلمين وعلش كتقول احنا وكلنا واشنا بغيت نقول واش المغاربة كلهم انتخبوك باش تتكلم في بلاستهم؟ انا واحد من المغاربة وعارف شنو كيليق بينا كمغاربة خاصنا نكون مسلمين وصافي خاصك تهضر غير على راسك واش انت متأكد باللي انت مسلم؟ ايه انا مسلم وفخور واخا اذا كنت مسلم ما يمكنش تتكلم بالنياب علاجه على المغاربة واشك تعرف باللي كينين مغاربة يهود؟ ايه ولكن هما اقلية واخا يكونوا اقلية اراهم مغاربة واخا يكون واحد في المية مبقيتش تقدر تقول باللي احنا كلنا مسلمين لا نقولها حيث احنا اغلبية نقول لك واحد الحقيقة ديرها في راسك اليوم ارا ما عندك اليوم في المغرب الحاجة الوحيدة اللي احنا كنت تشاركوا فيها هي الوطن والمواطنة واش عارف شحال من مسلم سني موجود؟ وشحال من شيعي وشحال من بهائي وشحال من قرآني وشحال من يهودي وشحال من لا ديني وشحال من ملحد وشحال من إنساني وزيد وزيد اوه قاعدوا كينين في المغرب ايه لهذا نسولك اذا قاعد هذه العقائد والإديولوجيات عندهم أتباعهم في المغرب ايه وعليش المسيح ما يمكنش يكون له أتباع في المغرب؟ المسيح هو دين المريكان والدول الغربية واش بغيتين نوليه بحالهم؟ انا ما كرهش نوليه بحالهم في النقاء وحقوق الإنسان والتعليم والطب والتكنولوجيا لا انا ما كنهضرش على هاد الشيء وعليش كنهضر؟ انا كنهضر عن الحلال الخلوقي والشراب والميوعة والمثلية الجنسية والمسخحاشاك على هاد الشيء موجود غير في بلاد الغرب؟ على فالمغرب ما كانش هاد الشيء؟ لا ما كانش وحتى إلا كان راهب نسبة قليلة وهو ما اللي جابوه لنا وبلونا به شفتي بلا متعيك قتتصرف بنفس الطريقة اللي خلتنا اللور ايه من طريقة؟ واش نوباغي تقول؟ ديما كتلقاوا علامة ترميوا عيوبكم طاحوا لي السوارت تهرس لي الكاس؟ ايش من السوارت ولا كيسان؟ انا غير كنعطيك ميتان ديما الاخر هو الفوتيف عواد نقول أنا ما نجحت في الامتحان كنقول راههم وعروا الامتحان باش ما ينجحوا غير ولادهم الغرب دارلينا وفعلينا وفي الحقيقة احنا اللي دايرين وحنا اللي فاعلين ها امريكانوا اوروبا بغوا يدوخوا المغاربة وبعدوهم على الدين وعلى هات الشي كيغريهم بالمسخ وعلاش امريكانوا اوروبا بغوا يدوخوا المغاربة؟ باش يتحكموا فينا كيف ما بغاوه؟ مغاربة خاصهم اللي يدوخوا القضية ما فيها لا غرب ولا استحمص هتعرف المشكلة هي في بنادم بنادم اللي دماغ وفاسد داك شعلاش من اللي كيفكر كيفكر غير بالفساد انت نصراني وحيت عاجبك حياة النصارق بغيت ولي بحالهم بغيتي الحرية وتدير اللي بغيتي كون بغيت ندير اللي بغيت ما كونتش قاعن ولي مسيحي نقدر ندير اللي بغيت وانا مسلم اكفي نكون مسلم بالاسم اكفي المسيحية ممكن تاكل الحلوف وتشرب الشراب وتفسد بدون حاسيب ولا راقيب لا المسيح و المسيحية صحيح انهم ما كيمنعوش الحلوف و الشراب لكن ما كيشجعوش على الشر لازم نكونوا طاهرين بحال نصارق كيف ما هم طاهرين هادو كلي كتقول عليهم نصارق ما هماش مسيحيين لو كانوا مسيحيين ما غاديش يعيشوا بشكل كلي كيعيشوا فيه واذا لقيتش حد كيعيش كيف مبغى وسولتيه وقال ليك باللي هو مسيحي فراك يكذب عليك وعلى راسه خلينا دابة من هاد الشي كله ليش بريتي توصل انت اللي بديتي بالسؤال وانا بغيت غير تقبلني كيف ما انا خوك في المواطنة مغريبي بحالي بحالك لكن مختلفين في الدين والفكر وهذا ماشي عيب يكا نقوله اللي ما عارفك خسرك ايو اعطل راسك شوية ديال الوقت باش تعرفني بعدها ومن بعد عندك الحق تحكم واش تقبلني او لا تخسرني اما انا فراني كان قبلك كيف منتا ما عندي احتشي مشكلة حيث انا مغريبي ومسيحي واش تحكم